دلوقتي بالنسبة لعمليات مثلا زي المرارة المرارة برضو بتبقى مصاحبة للناس الأوزاني الكبيرة أنا عايزة أعرف هل دي ممكن تعملها وانت بتعمل برضو تحويل مصار أو تكميم؟ طبعا طبعا استقصال المرارة وأنا بعمل عملية التكميم هو نفس الفتحات اللي أنا بعمل بها عملية التكميم التكميم بعدها عملية بسيطة جدا احنا بنعملها من فتحات صغيرة في البطن يعني عملية مصغرة وتتعمل الفتحات قد تكون فتحات خمسة ميلي دلوقتي التليسكوب الخمسة ميلي ساعدنا ان احنا نعمل عملية التكميم من فتحات صغيرة جدا تجميليا ما بتظهرش هو نفس الوضع اللي حيك بتعمل منه عملية التكميم ده يمكن إجراء عملية استقصال المرارة لو فيها حصوات لان المفهوم ده برضو منتشر هل أنا لازم أشيل المرارة مع كل عملية التكميم أو عملية تحويل مصار؟ لا انت لو فيها حصوات في المرارة واضحة بالصنار لازم تعمل صنارة على البطن أشاعة تلفزيونية يعني لو في حصوات يفضل ان احنا نعمل نشيل المرارة مع عملية التكميم والاكتر بقى ان احنا لو انت بقى تعمل عملية تحويل مصار انا شايف انا بنصح ان احنا لازم نعمل عملية المرارة لو فيها حصوات يعني لان الداخل اللي بعد كده بالمنظر القناة المرارة هتبقى صعبة لان التكميم سهل ندخل بمنظر القناة المرارة لو حصل مشاكل من المرارة في المستقبل لكن تحويل المصار ما بنعرفش أن احنا ندخل في المصار القناة المرية عشان كده أنا بقول أن احنا يمكن إصلاح فاتق صغير مع عمل تكميم إصلاح ممكن نعمل استقصال المرارة مع التكميم ودي من نفس فتحات المنظار بنفس وقت البنج حاجات بصيتة زيادة في الوقت لكن طبعا يمكن إجراءها بأمان يعني أنا مش عايزة أفوت الحلقة من غير ما سألك عن الروبوت لأن أنا عايزة أفوتك مثلا أن تدريتي بقى موجود في الروبوتك في مصر عندنا طبعا أجيزة كتير جدا في مصر هي الروبوت موجود وبتعمل منه العمليات عادي جدا عملية تكميم وعملية تحويل المصار الفكرة بس هو يعني إحنا مصريين لازم نكون عارفين أن تكلفته بس عالية مع الوضع الأقصال هي هو مش روح الحقه يعني لكن هو طبعا مفيد جدا 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 وسهل بالنسبة لنا أنا كجراحنا بقعد على الكنسول بشتغل بصوابعي المنظار بقى يؤدي رؤية مختلفة ارجونومكس مختلفة حركة آلات مختلفة إحكام في أن احنا نجري العملية بصورة عالية جدا أنا لو علي أنا عايزة أشتغل كل الحالات بالروبوت هي فقط في التكاليف المادية شوية لحد ما لكن في بعض إحنا ما خلي بقى العملات الأصعب شوية عملات الإعادة تكميم وزن الزيادة يعني العملات اللي هي إعادة يعني إيه إعادة إصلاح لعملات السابقة يعني دي محتاجة شوية مهارة جراحية أعلى فالروبوت الحقيقة بيبقى مفيد جدا في الحالات اللي زي دي الروبوت ده ليه أي مشاكل؟ أجلت لعناش منه مشاكل واحدة وهو سهل去 أصلا روبوت هو ما بيعملش حاجة بنفسه إحنا الروبوت هو بيبقى على العيين بيعمل العملية وإحنا بنبقى شغالين إحنا اللي بنيدي الأوردورس أنا اللي ببقى شغال بصوابه أنا اللي بديله الأوردورس هو ما بيعملش حاجة يعني الروبوت مش هو اللي يقول أنا هعمل حاجة لا لا خالص ده هو بينفز أمر يعني هو بيعمل حاجة فإن كيس ان حصل منه مشكلة شيء مخالص هم الناس بتخاف من البليدنج يعني مثلا كل الناس يقولون أنا دلوقتي آلات محطوطة على بطني ومشعرف إيه البليدنج النزيف يعني عايمين زي وزي الجراحة العادية خالص إن كيس إن الروبوت مش مساعدك شيل الروبوت خالص واشتغل بالمنزار العادي الطبيعي ما فوش حاجة نفس الآلات ونفس الحاجات يعني أصد الموضوع مش الموضوع سهل جدا الموضوع سهل جدا 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 مفيد ويمكن إجراء كل المعنى هو وقت وقزت شوية من وقت المنزار لأنه في حاجة إحنا تركيب الآلات نفسه بياخد شوية وقت يعني بسيط كده لأنه مش زي المنزار العادي المنزار العادي أنت دخلت الآلات بتاعتك أو البرتات الصغيرة بتشتغل لا الروبوت لأ أنت بتدخل البرتات دي الأول بعكاها تقعد على الكونسور وعكاها بتطيق العملية فهو قزت من لكن إحكامه بقى في إجراء العملية الوقت لا يعنينا خالص في الجراحة المهم الإحكام أو البرفكشنازمة بقى يعني اللي هو أن أنت تعمل حاجة اللي أنت شايتها مش أي حد يعملها يعني أنت فعلاني مش أي حد بيشتغل المنازير دي وبعض العملية الجراحية الصعبة اللي لازم هو الروبوت يعني طبعا عايزة عيدنا جدا بس زي ما قلت رحك في النهاية هو جميل ومفيد جدا لا شك وفي العالم كله لكن هو الجانب فقط اللي هو التكلفة أو الجانب المادي هو فقط هو العائق اللي موجود قدامنا الحقيقات البعضي عايزين نتفعل أن احنا نعمل حلقات مفسرة بنسبة لكل عملية منهم يعني مثلا أنا لحظت مثلا حدثت جبت العملية الكلاسيكية أو عملية مثلا مصغرة المنتشرة اليومين دول عايزين نتكلم على التكميم هل فيه تقنيات حديثة مثلا جوة كل عملية من دول طبعا 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 كل العملات فيها تقدم كبير جدا وسائل مختلفة لإجراءها محتاجة كل حاجة فيها يعني وقت كبير جدا نشرحه إن شاء الله دكتور كريم بجد يعني أشكرك جدا على الحلقة الجميلة دي وإن شاء الله معنا في حلقات قادمة بإذن الله أستاذ جراحات السمنة والمناظير بقلية طبعين شمس ومدير وحدة السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل كلية في أمريكا كلية الجراحين بأمريكا وحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC أنا بشكرك جدا وإن شاء الله مع حلقات قادمة بإذن الله شكرا